عادت الحمى الماليطية لتدفل السطح بعد ظهور بورة للمرض بمزرعة بعين الدفلة رغم التأكيد على احتواء الوضع إلا أنه أمام وزارة الفلاحة تحدي كبير للتصدي للمرض قبل حدوث كارثة في قطاع الصحاح مدرشدي ورشيد دمشورم وتفاصيل عاد الخوف والترقب ليصنع الحدث الفلاحي هذا الأسبوع مع ظهور بورة جديدة لداء الحمى الماليطية وإصابة تسعة أبقار بالمزرعة النموذجية بالسام بعين الدفلة مديرية المصارح الفلاحية أكدت احتواءها للوضع بحصل الحالات المصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة عودة الحمى الماليطية شكل خطرا كبيرا نظرا لسهولة انتقال الفيروس من الماشية للبشر ما يستلزم تحركا سريعا لاحتواء الوضع بروسلوس كما نعرفنا dans la région de بويرا دات كثير من الناس أكثر من ثلاثين إنسان لرحل المستشفى الحمى الماليطية مشكل يضاف لمشاكل القطاع الفلاحية التي لا تكاد تنتهي ويطرح أكثر من سؤال بجأن قدرة المصارح الفلاحية والبيطرية التصدي لهذا المرض